المكان قرية الجيرات مديرية المسرخي جنوب محافظة تعز الزمان الثامنة ليل الجمعة السادس من أكتوبر تصل عناصر ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع إلى مسرح عمليات واحدة من أبشع جرائمهم بالمحافظة حيث أعدمت الميليشيا الأم اتحاد قاسم وابنها أنستاها بينما أصيب عمه محمد بطلق ناري في ساقه بالإضافة إلى اختطاف أربعة آخرين من الأسرة أما كيف جرت ملابسات الجريمة فتلك أسئلة يمكن أن تسأل في زمن تواجد الدولة والأجهزة الأمنية اليوم لا يتواجد في أطراف المحافظة سوى جماعة الحوثي حيث تنفذ جرائمها وهذه واحدة من الجرائم التي لم يجف دمها بل ولا يمكن أن يطمس من ذاكرة من عاصرها واكتوى بنارها تروي التفاصيل التي أدلى بها رب الأسرة المرب التربوي طه حسن فارع أن مجاميع من الميليشيات ووسط إجراءات مشددة وصلت قرية الجيرات في منطقة عبدان مديرية المسراخ وانتشرت في المكان وباشرت إطلاق النار على رأس نجله أنس البالغ من العمر ثمانية عشر عاما حينما كانت الأن في المنزل وعندما سمعت طلقات الرصاص خرجت مسرعة لتجد ابنها غارقا في دم حاولت احتضانه لكنها تلقت في ذات الوقت رصاصة في الظاهر لا سبب لكل هذه البشاعة إذن إلا الإرهاب الذي تحكم به جماعة الحوث مناطق تسيطر عليها فلا تكتفي بحصار المدينة وتوجه القصف ضد الأحياء المدنية ها هي تذهب إلى تنفيذ الإعدامات بحق المواطنين كما حدث لأسرة طه التي تعرضت للتنكيل أثناء الإعدام وأثناء محاولة الإسعاف كان الليل يخيم على القرية ولا أحد يسمع في لحظات الصمت سوى صوت الرصاص يشق أسمع الساكنين لكن الخوف الأكثر حضورا منع الجيران من أبناء القرية ومن أبناء القرى المجاورة من إسعاف الضحايا وهي واحدة من الطرق التي تستخدمها الجماعة الإنقلابية لإرهاب المواطنين وضخ كمية هائلة من العنف لتخضع المواطنين لإرهابها ترجمة نانسي قنقر